تايم حتى الى 9.30 ان شاء الله ونواصلوا معاكم بجولاتنا في غرايب وعجيب اللي تصير في تونس تتسويت من الفيسبوك اخذيني لكم فيديو وثق ومواطن في في ببحر في قابس بالتحديد اللي فوجئوا سكانها نهار لحد بزوس خنازير وحشية منظر يتجولوا في قلب المدينة يحوسوا الفيديو وتنجموا تشوفوه يعني واضح انو زوز وكبار اعرفوا نحكي لكم معانتها خنازير وحشي خطير ما هوش ما هوش عادي في قلب المدينة دونك المواطنين كل عادة ما يخافوش تتوين ستعرف بقلوبهم كيف ما نقولوا احنا فقاموا بطردهم واعلموا اعوان الامن اللي قد جاءوا على عين المكان مصحوبين ببعض الصيادين للقضاء عليهم ولكن الظاهرة هذي منظر ليست الاولى ولن تكون الاخيرة لانها صارت حتى الهنا فما مرة هنا شفتوا منظر في اش اسمها المنطقة في حايلاندلوس ففليل يعني مش بالحجم هذا اللي في الفيديو ولكن تعد امامي تعد امامي خنيزر صغيرك خنطوش يتسمى خنيتيش خنطوش موجودين في حايل ناصر يهبتوا يتنزهوا في حملنف ما نحكي لكم مش تعرفوا ما نشوف انا بطبيعتي محب الحيوانات وفما اشياء المفروض انه فما في رق تابع البلديات تعتني بالحيوانات انه مشكل خنازير الوحشية هم ما عادش وحشين ولاو دوميستيك براسك في حملنف مع الناس ويمشيوا منتهم حتى اشكالية ما يجموش الناس الحقيقة نحن في هذا كل فما مواسم صيد انا بصور شوف فما دي بلارياريزam يتعاملو نعرف فما دي بلاياريزم يتعاملو وفما تزادبان مواسم الصيد بالنسبة الخنازير بالنسبة الكلاب السايبة 1991 Heart disease كريمان ومأنها بمشاهد ياسر وحشية و ياسر عنيفة قلنا الكلاب السايبة على الأقل للتعقيم ما نعرش بالنسبة الخنازير بالنسبة للصيد وبنسبة وضحهم في فضاءات غابية مناسبة إذا كان نلقاهم جهة حي النص ونلقاهم حملنف علاش ما يتهزوش علاش نقتلوا فيهم نهزوهم للغابات متاع الحدود الجزائرية كيف كيف منها يعني هكنا نتصور أنه يجب حسن التصرف وحي ميت هو الكياس لو تروت متاع بنزارت كانت فيه برشة مشاكل وفاة كانت فيه برشة مشاكل لأنه تعرفوا في الوتوروت بسي ما عمره ويزم دي بريار يا جماعة علاش نقول يزم دي بريار بارفواك منتها كل بيقص على سيارة في الوتوروت يتسبب في كارثة وإلا خنزير صغير يعني بربي أنا نحكي على هذا بربيش نحكي على الناس اللي تقص على السيارات في طريق سريع يعني هذوما الناس هذوما الانسان يقص منتها في الظلام منشدوها مشكون بالضبط بفهمتش أنا نيزل نعملو دي بريار بريار الخنزير وبريار فمتولي على الكلاب السايبة وبريار على الناس السايبة بالعودة للخنزير منظر لي أنو أنتي قلت معا تشي هاجموا في الفين وثين وعشرين بتحتي دا وقتها في ولاية السفيقس نتفكروها وقت اللي مجموعة زي دا مش خنزير واحد مجموعة من الخنزير هاجم تعدد من الأشخاص في معتمدية العامرة بولاية السفيقس وذي أسفر على إصابة عدد منهم وحتى فما واحد منهم تم نقلوا إلى قسم الإنعاش بأحدى المستشفيات في الجهة ويعني يتشكيوا في المنطقة ذي كبرشة من وجود الخنزير ويقولوا أن السلطات لم تتحرك والله وقتها لم تتحرك بتعرش وقت يش تتحرك المهم أنه يزم خطة كاملة بالنسبة للخنزير أنا بالنسبة لي أنا فم مناطق معينة ساعة فم الصيادة بتعليمات وبالترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة أنهم يصطادوا نوجهوا الصيد في اتجاه مناطق معينة ثم نقل زادة كذلك الأعداد الأخرى للمناطق الغابية اللي بالفعل ممكن أنها تكون مناطق حرة كما نقولوها هو منظر نور ملمو الخنزير هذه ما تهبطش معتها للمناطق الساكنية فشنوه اللي صار خليها تهبط الواضح أنها تهبط بحثا على الغذاء لأنه معنتها عدم توفر الغذاء للحيوانات هذية بالمناطق البعيدة على السكين خليتها تهبط للمناطق هذه كبحثا في الفضل يعني تلوجي على نفسك فما فما أشياء قادت تحصل يمكن في علاقة بالمناخ تغيرات المناخية تغيرات المناخية مع جبل حمام لنف مثلا كانوا منقبل فيه الخنزير ما يهبطوش صحيح وكان تلقى لتراس متاحهم كي تطلع للجبل شوية تلقى لتراس متاحهم يعني بوردوبون فما برشة حاجات اليوم يزمنا نعتني بيهم هذه من وظيفة الفلاحة والغابات إدارة الغابات بتنسيق مع وزارة داخلية أنه نوجهوا صيادة عنا برشة صيادة لزامة جبل النحي موجود نوجهوهم بالاتجاه هذاك يعني هذا لكن ديما بالمناسبة زادة بالنسبة للكلاب السايب زادة كيف كيف راهوا عملية القتل الوحشي راهوا ومايش باهي حتى تطرف ومايش إنسانية حتى تطرف نجموا نعقموا نجموا قلنا نحن إذا عقمت بعض مدة معينة ما عاش بشتلقى كلاب جملة دونك الكلب هذم هل هزهم للحراسة هزهم مناطق فيلاحية أو كيسرقوا في الزيتون ويسرقوا في كل شي بنسبة بالترانسونيز مناطقها يقصوا الجذع متع الزيتون وفاة في كاميون وبالترانسونيز يقصوها يعني إجرام ما فماش بعده إجرام الكلب هذم كيبدوا في الحراسة اللي نسميهم كلاب عربي هذوك من أفضل أنواع الكلاب بنسبة الحراسة إذنك بربي تحركوا شوية ما فمتش أنا فما ناس قادة تفرج منشفهم عن نقاط لتربية الخنزير في بلادنا الخنزير الموجه لإنتاج للقطاع السياحي مثلا ونقيمين الأجانب لا لا حتى الوحشي رو الخنزير الوحشي مش لباق لصنغلي فما باق يا صنغلي حتى الخنزير الوحشي مطلوب نقاط التربية والتجميع يعني بشتخدم تارف الجنبان الجنبان فمي واللار وفما بنوبلي كاملا بيانسور حفظة على الموضوع القيت أنو عنا ثلاثة نقاط لتربية الحيونية موجودة في المحرس مرنق والقلعة الصغرى وعلى ما يبدو أنو فيها أساليب تربية عصرية وفيها ترتيب صحية زيدة وفيها حتى في غبس في حامد قبل يظهر لي كانت تفهم حاجة لا يوجد الخنزير البري لا ليس البري ليس المتوحش لا لالفاج بورسان لالفاج متاعو ديسيني ياما الإكسبور ياما الكنسومات توريستيك عنا نحنا زادو فم برشا ناس تأكلوا تحبوا الشاركوتري حكاية أخرى لشاركوتية زادا منادرين موجود المرشي سنترال موجود في بعض النقاط كان في المرصة واعد فمتني نقاط برك الله عن علم ومعرفة بالأشي هذي الكل دونك فو بوفي يمجيني أنه هذا الكل يحتاج لإنتاج ماركة زادا علش من نجوش ماركة تونسية ديسيني على الإكسبور تشي والا كونسومات لوكال على سوي كي هنا نتصور أنه يزمنا نحكم في هذا تونسا مش الكل المسلمين ما يكلوش تونسا خلين اللايكيين ولا الملاحدة مع بدا النار جدا عنا كل شي في تونس برك الله فمتني نجموا ياكلوا فمتني وفم مشروع تربية مشروع تربية الخنزير يعبدت النار أسمعني لا موجودين برشا ناس وذي حرية شخصية بالنسبة لها فمشكون فمشكون ني أنتوكا فم حاجة عنا تونسا يعمل كل شي أما ما يكوش الحم الخنزير لا 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 هما خطف فمشكون يلعب في دور الخنزير هو بيدو ضوك ضوك بالنسبة لها فم مسألة يجي في الحم الخنزير ويقول لك أحرام يجي في هذيك لا لا هو يشرب يقول لك أحرام المعصية فم تونسا لها حريات لقيقة حريات وفم ناس لا بريسيسة ما عنده حتى علاقة بالرذيلة والفضيلة يعني كما تكلش الخنزير مش من ترك أكثر فضيلة من اللي يأكلوا فم زادة ماركات يجب ننجو ماركات هذا مارشي مارشي راهو إذا كان نعرف ونخدمه والتونسا راهو يجدوا كل شي أنا هذين أكدوا لك التونسا أي قلم كما نقولوها بلغة السوق يأخذوه أي صنعة يأخذوها التونسا يبدو فيه بورك وابا شكرا لك منظر كانت هذي من الفيسبوك هذي أخذوه يجب أن تكون